صباح النور لابنهات صبحته أهلا وسهلا هذه البنة الحصة ثالثة انتم دائما هذه الفروت جميلة جميلة كما ترون هذا الفورن كل مرة ستجدون مجدد نعرف دور هنا نشاهد رأيك يا الله هذه البنات سوف تذكرها صباح جميلة الذي رجعنا في الدار اذا اعطيتم اثناء هذه الاخرى كما وعدتكم ومن تبعكم معكم مرحلة مرحلة اذا اعطيتم اذا اعطيتم انا الاخرى من الداخل اعطيتم اضافة بها سميتها لكي نقوم بتبعها معاكم بحاجة بحاجة هذه هي اللي كنت بديت بها البنسبة للأول هذه زوينة البنسبة للريحة زوينة بثاف ويعني كترطب لوجه هذه اللي عادة بدلوها ليدا باع يعني كتبيرها بحلقة بس كتنشف لوجه ولكن لابد دخسة كتبيرها شفتوا عندها هذا ديال هذا يعني كل شي هنا كيف استعمال ديالها كل شي باش مصنوع كل شي يعني في هذه الورقة ديالها مهمة ديك تسلح كما قلت يكون وردنات للمهار واللي يعني كتدريها جول مرات للمهار مهمة انا ساليسة هادي يعني دولية مخدفرة هنا نوريكم ماشي يعني هما عاقية طوليك الورقة كما كنقول و لكن تشري يعني رماشك اعطى وردك من عندهم لكن ماشي مشكل كما كنقول و الحاجة اللي تكون الحاجة اللي غا تكون غاد نفعنا ماشي مشكل هادي البنسبة اللي بدلولي هنا غا نوري لكم في دايرة انه غا قسطة وبال primo عندين تتميز هادي البنسبة خدت د efectة المال ممكن ان يجب وهادي الببنسبة هادي حوالي الخطوعة كبيرة في انت اتتت ٢ في دايلة ، كما نحتوي على تمام كيف تكون هذه الفراشة بلدية انتم هاده كيفاش دايرا شفتم الداخل يعني دايرا بحال انو ليكم تشوفو يعني ما فهمتو يعني مش بحال اخرى انا عجباتي انخورة كان احسن ولكن عندك ما تدي رخصك تبعط راقمو حتى اشتو كيفاش كتبقى يعني كتبتتها بها في الوجه كتبقى اخصك شوية اضلوقت عذا باش كتدخلك في لابو دلوجه مهم ما بياش ولكن انخورة حسن ان انا عجباتي انخورة يعني فيها الريحة زوية ونحسن من هاده مهم معليش دابه هاده كما كنقوله هاده طريق موض اللي عندي هاده كل شهر اكي اعطوك تديري فيه وحده يعني دابه كملت شهر دابه هانا ادخلت للشهر الثاني يعني بدلولي يعطوني هاده دابه شهر الثالث عودتاني ما عطا شو غير يعطوني الله اعلم صافي هي هاده وهاده هي البنات اللي بغيت نتقسمها معاكم في علان زوينة بزاف هاده هاده هي البنات انا اخطيتها من الفرماسيان اه واحد الصديقة دي اللي يعني اخدامها في فرماسيان دكتورة دي الفرماسيان يعني انفيت عندها وقتلوا بديها شنو وشنو مو معنا وجرى اقول لك اخلراني قدتكم المشكلة يوقع عليها اعطاط ليها البنات هاده ولكن هاده هي البنات انا اتمنى زيديكم باشتوفوا اسمية ديالها اتمنى بنات تكون كتبا لكم اسمية ديالها اه شو غنقول لكم البنات واعره 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 ولكن هاده هي البنات غيفين عندكم ليطاش اعطوا ربحة لكولا انا ارى لكم الداخل ديالها كي داير شوفوا هنا اعطي بحل دك البوماضة صفرة الصعيب عارتي بحل شي يجيل يعني صعبتها باش كتخرج لكم من هناك تحطوها بحل هاكا البنات غيف البلاسة اللي عندكم في هادك البوقع اه اعطو كيفاش كتولي ديرها كمني كتنشفها البنات كتولي دير ربحة لكولا اشكل كولا ولكن تقو بيا البنات فعالة فعالة انا احطيتها في احد البقع كانوا عندي شو اقول لكم مني متقدام عرفتوا البنات بدو تكشروا تتحيدوا يعني بحل هاكا تحطوها في البلاسة اللي عندكم فيها ذاك البقع انا كنظن اتكون تفا بعدها هنا في الطاليان كيناء ولكن في فرنسا ما عرفتش واش كيناء ولا ما كيناش في المغرب ما عرفتش ولكن كنظن غادروا لي هاد ضمونت غيجيبوها لكم بس صح البنات فعالة اللي لقيتوها كما قد لكم ما تتعطوش معها و هاد لبنات خلاص الفيتامين يعني أنا نهار كنكون ما فيا من تتحرق ما كان عيا ولا بود ضغط شي حاجه اللي اتحرك ولو انا ما كن تحكمش بي فصار حضله يعني تقدروا تتعطوهاك الناس كبار ملاشي حاجه شو كي دير لداخل اهم يعني شويا كم ما كنقول معانا ما كن ناكلش فباز بزاف حديث لبنات الديال شا ان اقول لكم رايلا تغديت ما كنت تعشها والاكترية كانت تعشそれ غدا ما كنتتغداش قليل شي مرة يعني هذا يعطيكم شوية ديال الطاقة لبنات يعني مزيان صافير ابنات وهذا لك خد لوجه ديال اللي كندير انا هذا دائمنا البنات ها هو أتمنى لكم كيف يبال لكم هذا البنات واعر واعر حتى هو زوين يعني كما كان قول لكم دائمنا لك خخصكم بديروه دائمنا البنات كيف صف كيف شتاء دائمنا مخصكم شتخليوه نجد لكم أدوش لك وطولة موقший سب نقوم بمجرد هنا أتطلب بشرط مسرعون نقوم بحق مازر احضر مازر بحق تبقى القراءة عدي احسان تبقى فيها سيرو اول شي شي اذا ما سينقاضوا من هاللين فينا تخلص فلوس وقاتين فهذا القراءة تبقى لذي كنت سكوتي كما ما كتسولي تسدلي فمي هالبنس هذا البريز ديل هالبنس يعني كتشرجة كتشرجة في طابلات كتشرجة فاشه ما كانت تشرجيوها ونا نقول لكم هالي و لكن كما قلت لكم في البنس انا ما اجتني مغايرة و ليس بحال هذه البنس اللي يحضون بها في المركز عندهم هنا عندها البنس واحد لقومة تل بشكة سد نشوفوا الدخل داير نشوف هنا كنتم شارجية شفته يعني هنا ننشوفوا الول هنا لقد شوه بحركة وقد تدهنوا المهم ان شاء الله سوف نديرها معكم و نوريكم كيف هي الطريقة تستعمال هذه البنات أنا دا بغي أن نوجد ها كان نوجد ذلك الشيء اللي شفت و أخدمه بكل سنة و نحطه عندي المهم كنت تدير بحال ذبها كنت تحيد لك قائدك القشرة القشرة المية القشرة المية ذاك بزاف بزاف يعني كنت تنقيل وجه المهم كما شفتنا فيها بزاف هذه الاستعمالات مزيانة و لكن ما اعجبتنيش بزاف و خادتك هنتم يعني كنت تبدلون انتما الى اللي بغيتوا كما كان نقولوا و مجهده والمهم كنت تبدو شوية بشوية يعني هنا يكتب شوية من بعد كديدي هنا من بعد مهم فيها بزاف دي الاستعمالات و لكن كما قد لكم و الابنات أنا ما ما اعجبتنيش ما بحال ذاك شي اللي بغيت يعني ما بحال دياروم هومة دياروم هومة سبيس يعني يعني كيبقى البريز كين في كين في الماكينة و هومة يخدموا ليك المهم و لكن ما عليش كما كان قولوا العموشية ولا العورية اه صافية البنات هدا هو كما قلت لكم بغيت نشترك معاكم اليوم هذا الروينة كما وعتكم من الول اللي اخبرنا بالخطوة من خطوة أنا الحمد لله كي ما قطت لكم puisquك اشتركوا لها المتنسك Traged طريق drainage كنت تصرع في كل شيء هذه هي طريقة استعمالها لا تشاهدون كيف تعمل الوجه كلها ترطون جيدة الله أعلم أقول لكم لأنا لم أعرفت كما قلت لكم لم أعجبتني لم أعجبتني لم أعجبت لكم لم أعرفت ما أعرفت ما أعرفت مهم جربتها لم أعرفت ولكن مهم نرى كيف خدمتها ولكن كما قلت لكم لنجربتها ولكن لنجرب عليكم لنجرب عليكم لنجلتها لكم ونجلتها لكم سوى الكريمات ونجلت بالماء والكريمات لنجربتها 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 والحب جربتها وه لقد أخذتها وكانت تردون هذا في الكحل كان عليها يردون لهم ولكن ليس مشكلة منتواصلت مع امودك شاء قالوا لي الحاجة اللي ما عجبتك ش يعني توليت عيطة لنا ونبدلوها لك أي حاجة يعني بحل دبا ما عجبتك شو لش حل كتوليت عيطة لهم ويرجعوها لكم المشكلة اللي عندهم بحل دبا منك يجيبو لك من حت اراغلتها لكم يعني هتاك يجيوها ركت لدرعة تخلصيها ما تخلص لتشي حاجة ما يخليوك ش حليه حتى تخلصيه يا فهمتي عادة تحليه ولا ما عجبك ش ترجعت مهم راكم عارفين ولكن هناك شي مش مشكلة المهم كان الفرصة باش نولي ونبدلو تلك شي اللي ما عجبناش وصف يا لبنات المهم الهنا وكان سعلي وكانت مننا لبنات الفيديو ديوم يكون نعجبكم ونبرحكم نقول لكم راني شديت طبة شديت بابها ورادرت لكم على فيديو ديالتها مارا من بعد ان شاء الله ونحط لكم مع رجو انتغجين نوبا دياله مع السلام حبيبتي وشكرا للاقيكم دائما شكرا بزاف حبيبتي الله يحفظكم لي شكرا على اللايكات وعلى الكلام الطيب دائما شكرا بزاف حبيبتي مع السلامة